هنتكلم طبعا على اليورو وهنتكلم على الكوبة وبالمناسبة خليني أقول لكم طبعا إمبارح تابعنا مباراة فرنسا وإسبانيا إسبانيا قدرت تكسب 2-1 بعد ما تقدمت فرنسا قدرت تعود إسبانيا في النتيجة وتكسب المباراة بنتيجة 2-1 وأيضا في كوبة أمريكا تجربة جديرة جدا بالاحترام إمبارح كان في مباراة بتجمع بين الأرجنتين وبين كندا فين؟ في الكوبة أمريكا في دور إيه؟ في السامي فاينل يعني الكاسبان منهم يصل للمباراة النهائية تجربة كندا كمان تستحق أن احنا نقولها شابو يعني ليه؟ اللي ما شافش المباراة طبعا المباراة تأتيت لصلاح الأرجنتين 2-0 لكن لغاية لما جوليان ألفارز حط الهدف الأول في الدقيقة تقريبا 29 أو 30 من الشرطة الأول للي ما شافش المباراة بقوله إنه كندا بمجموعة مغبورة جدا برضو من اللاعبين ما حدش يعرف منهم حد يعني باستثناء أنا شخصيا ما عرفش حد منه باستثناء ألفونسو ديفيز ما فيش نجم بالنسبة لي موجود في فريق أو في منتخب كندا كونه يوصل أساساً لسامي فاينل كوبة أمريكا ده أنجاز كبير جدا وكونه الحقيقة يكون بيقدم مباراة أو شوت أول ند بند مع بطل العالم والمرشحة أول لكوبة أمريكا بالمستوى ده بل إنه كمان يكون الأقرب يعني في النص ساعة الأولى لغاية قبل ما الأرجنتين تحرز هدفها الأول كانت كندا هي الأخطر كانت كندا هي الأقرب كانت كندا هي الأكثر إهداراً للفرص لكن طبعاً ما أحرز جوليان ألفارز الهدف الأول للأرجنتين اتغيرت الدفة بشكل كبير جداً وانتهت المباراة لصالح الأرجنتين من نتيجة 2-0 النهاردة عندنا مباراتين مباراة مهمة جداً في اليورو الساعة 10 هنا بتوقيتنا إن شاء الله هتكون بين إنجلترا وهولندا مين فيهم الأقرب لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية أعتقد أنه بحسابات الورع والقالم الفرص متساوية 50-50 سكواد إنجلترا أقوى بكتير لكن مع ساوث جيت الكفة تتوازن يعني الحقيقة يمكن تشكيلة إنجلترا أعتقد أنها برضو واحدة من أقوى منتخبات العالم على مستوى الأسماء على مستوى الأفراد الفردي يعني لكن جماعياً أعتقد مع ساوث جيت إنجلترا أوليلة جداً في مقابل هولندا الحقيقة يمكن مقدمتش أوراق اعتمادها للمنافسة على البطولة لكنها قدرت توصل للدور قبل النهائي والمباراة النهاردة بين الفرقتين أعتقد فرصهم متساوية إلى حد كبير عندنا كمان مواجهة حاسمة في الكوبة أمريكا الطرف الثاني للمباراة النهائية يتحدد النهاردة بتوقيتنا هنا الساعة 3 الفجر هيكون في مواجهة بين كولومبيا وأورجواي ومن وجهة نظري أورجواي أقرب ولو تقطت أورجواي عقبة كولومبيا أعتقد أنها تقدر تحقق الجيل يقدر يحقق اللقب على حساب الأرجنتين